بسم الله الرحمن الرحيم قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل فهداه الله عز وجل إلى سواء السبيل وأرشده في وقفة يا شباب عند هذه الآية وهي وقفة استشعار نعمة تذليل الطرق الله عز وجل يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة فامشوا في مناكبها أي طرقاتها وكلوا من رزقه وإليه النشور كان الصحابة رضي الله عنهم يستشعرون نعمة أن الطرق ممهدة في السابق فانظلنا في الطرق الآن ثانيا كان يستهدون بالنجم يعرفون الطريق شمال وجنوب عن طريق النجوم وعلامات كما قال تعالى وبالنجم هم يهتدون الآن هل نقول الطريج ممهد الشوارع كل مكان يضع علامة تعرف من خلال الطريج بل للحين بزر واحد الخريطة والالوكيشن يدليك يوديك للمكان يتبيه هذه تحتاج استشعار يعني لو كنا لو لم توفر هالأمور هذه والنعم سبحان الله لقلنا كما قال موسى عليه السلام ربي عسى ربي يهديني يهديني سواء السبيل فلهذا ينبغي أن لا يستخدم إنسان الطريق والداب الذي يذهب بها إلى الطريق إلا في مرضات الله جل في علا ماذا قال موسى بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الجيم قال الله عز وجل وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدِيًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ مِّرَأَتَيْنِ تَذُودَانَ قَالَ مَا خَطُبُكُمَا قَالَ تَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ورد ماء مدين مكان لاستقاء الماء قيل أنه بئر ووجد عليه أمه من الناس مجموعة كبيرة يسقون الغنم طبعا وليس أن ينفسهم يخرجوا الماء ويضعونه في مكان الماء الذي يستغي منه الغنم الدليل أنهم كانوا يسقون الغنم الآية البعدها ووجد من دونهم مرأتين تدودان تدودان أغنامهم حتى لا يضطرون أنهم يختلطون بالرجال وهذا دليل على حرمة الاختلاط كما قال علماء التفسير ووجد من دونهم مرأتين تدودان الرجل تأخذ الحمية والرحمة ويشوف حرمتين بهالبر وبهالحر لأنه بلشته المياه سبحان الله منتشرة من الأمطار والنهار فأخذت الرحمة والرفع فقال لهم ما خطبكما عسى ما أشرش فيكم ما شأنكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء ما نقدر نسقي الغنم حتى يذهب الرعاء كلهم وأبونا شيخا كبير هذا اللي منعه ما عندنا أخو وأبونا شيخا كبير فمضطرين والضرورات تبيح المحظورات لا أبعث بذلك وهذه اللي مغفوظ شنو؟ الرجال اللي يشوفون حريم مغفوظ يقدمون الحريم يعاونونهم يساعدونهم لكن كل واحد علاقاتهم نفسي نفسي إذا ما في دين ما في الرحمة ولا في الحمية لهذا كل ما زاد دين الإنسان وزاد إيمانه زاد رجولته وحميته وغيرته وإيمانه وفي نفس الوقت تزيد شنو؟ الرحمته ورأفته كموسى عليه السلام فسقى لهما ساعدهم فزعلهم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قيل أنه حينما أراد أن يسقي لهما أنه كان على البئر صخرة عظيمة ما يشيلها إلا عشرة من الرجال مع بعض يتعانون يشيلونها قيل أنه قدر على إزالتها لوحده بروح عشالها سبحان الله لهذا قالت لأبيها بعدين البنتين قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرتها القوي والأمين شافت قوتها في هاللحظة هذه طيب فسقى لهما طلب منهم جزاء كان جوعان وكان عطشان وتعبان تخيل واحد يعني ماشي حافي حتى أنه قالها التفسير أنه تقطعت نعولة من الحرار ومن المشي وعطشان ما رجع ذهب إلى الظل ولجع إلى الله عز وجل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أظهر فقرة إلى الله عز وجل لأن الله عز وجل يقول يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد حتى هذا الغني بتوفيق الله عز وجل أغنى والفقير يلجأ إلى الله عز وجل سبحانه في كل وقت وفي كل حين شو اللي حصل بعدها نكمل بعد الفاصل إن شاء الله حصل بعدها يا شباب حينما سق لهما وتولى إلى الظل ودع الله عز وجل وقال أهل التفسير أن الله عز وجل أسمع هذه الفتاة هذا الدعاء فبعد ذلك ذهبت رجعت للبيت رجعوا لأبيهما وقالوا له اللي حصل فأراد أن يكافأ ويجازي لهذا أهل المرؤة يكافؤون ويجازون وأهل الدناءة يغدرون وينسون فأراد أن يكافأ فجاءته إحداهما مامدا سق لهما تولى إلى الظل دع الله قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما بعدها فترة اكسيرة دليل الدليل الفاء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء بعدها فترة قصيرة فجاءته الفاء تفيد التعقيب والسرعة في ذلك فجاءته إحداهما وحدة بس منهم على قد الحاجة والضرورة جاءته إحداهما تمشي على استحياء الله أكبر شوف الله عز وجل وصف حتى مشيها شلون مشت الله وصف المشي تمشي على استحياء لهذا أعظم خلق من أعظم الأخلاق خلق الحياء وخاصة في النساء المشي على حياء وليس المشي المعتاد عليه كثير من النساء يعني كأنها يعني ما فيها حياء لا المشي يعني كأنها مطاطة رأسها وتمشي بخفة ومستحية بتواجه رجل وليس تعودة تكلم رجال امرأة هذا الرجل الصالح جاءته إحداهما فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي طبعا إذا كان مشيها على حياء أكيد وهي تتكلم يالله تتكلم على حياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وبعض أهل التجويد قرأها كذا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك تقف عنده على استحياء قالت حتى قولها على استحياء قالت إن أبي ما قالت تحياك عندنا نجازيك لا قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا يبكافك وجازيك فلما جاءه لب الطلب لهذا من دعاك إذا دعاك أخاك فأجب مو صاحبك يدعوك وليعزمك سواء عزيم عادية أو عرس أو أي مناسبة من السنة النبوية إذا دعاك أخاك فأجب وهذا ما فعله موسى عليه السلام فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين سأل شن قصتك قال أنا كنت عند فرعون وقصتك كذا والله عز وجل حفظه في البير وأوحى إلى أمه أن تلقيه في اليام إلى آخر قصة والآن أنا خرجت وحصل سالفة القتل والآن يدرون عليه ابو قتلي فيأم قال له فلما جاءه وقص عليه قصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين طمنه وبشره وهذا شنو حدي المؤمن أن يقول كلمة اللي تفرح وتبشر تفائلوا بالخير تجدوه هذا ما تيسر وأسأل الله عز وجل أن يفعنا بما قلنا والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر